وفي طبيعة التوازن في علاقات العراق الخارجية ومعطاياتها الميدانية يطالب محللون عسكريون إبعاد العلاقة بين العراق والتحالف الدولي عن الأمنيات السياسية لأن الواقع العملي يفرض تعاونا في الرصد الاستخباري والرقابة الجوية ولجستيات المعركة ضد الإرهاب إضافة لثلاثية الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني ويشير المحللون إلى عدم وجود أرضية تفاهم مشتركة بين جميع القوى الفاعلة لإنهاء تواجد قوات التحالف الدولي خاصة وأن أبغداد ملتزمة مع واشنطن باتفاقية الإطار الاستراتيجي وشروطها الكثيرة مضيحين أن ردود الأفعال السياسية لا علاقة لها بمتطلبات الواقع العملي للمعركة على الأرض وينصح المحللون العسكريون الحكومة والفعاليات السياسية العامل حسب الأولويات التي تتطلب بالأساس وحدة القرار الأمني بحيث يكون نشر القوات وتكتيكاتها بأمرة القائد العام للقوات المسلحة فقط وبعكسه سيبقى الاجتهاد السياسي معرقلا لأساسيات الاستقرار في العراق اشتركوا في القناة